موسيقى الكيامة فرح ونصرة وغلبة الكيامة بشارة مفرحة الكيامة هي الانتصار الأكيد على مملكة إبليس وإعلان هزيمة الشيطان وكل قواته الشريرة الكيامة هم في حياة كل إنسان وخاصة حياة الخدام إذن فما هو مفهوم الكيامة في حياة الخدمة والخدام هذا هو ما نتعرف عليه اليوم في مؤتمر الخادم والكيامة وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبع رفائيل الأسكف العام لكنائس وسط القاهرة فابقوا معنا أولا كل سنة وإنتم طيبين بمناسبة احتفالاتنا بكيامة ربنا يسوع المسيح إحنا طبعا في أفرح الكيامة عايزين نقول كيف أخدم أخدم في جو قيامة ربنا يسوع المسيح إيه تأثير القيامة على خدمتي أنا في بالي أربع كلمات مش هطول فيهم على قد ما أقدر بس عشان أنتوا كمان تحفظوهم ونحولهم إلى برنامج عامل أول أثر للقيامة هو الفرح إحنا نفسنا أكتر حاجة حسنا بيها هي الفرح فجأة ليلة العيد ألبنا بقى البهجة والفرحة بتاعة الإيامة وخريستوسة نيستي وتمثيلية الإيامة والجو المبدع بتاع الكنيسة وهي بتنقلنا النقلة الجميلة دي من ألام المسيح إلى قيامته فنحن نعيش أيام الفرح طول الصيام الكبير الكنيسة كانت مخبية عننا اللحن اللي بيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهك فيه أحيانا لوحد بيتوتر بيضايق وحد بيضايقه لكن خلينا بسرعة الغيمة بتاعة الحزن دي تنقشع سريعا مايقعدش الواحد حياته كلها مليانة بالكآبة أو تبقى شخصيته تتسم أنه هو نيكا دي الخادم النيكا دي الناس ما تحبوش لأن بصراحة أنتوا عارفين أن المجتمع عموما مش بصر بس لكل الدنيا فيها مكئبات كثيرة يعني يعني يكفي أن الواحد يتفرج على نشرة الأخبار يصاب بالكآبة يفتح الجورنان يقلب فيه أخبار الاقتصادية أخبار السياسية أخبار الحوادث كله مكئبات فالناس محتاجة واحة يستظلوا فيها بالفرح مفروض متوقع الواحد هي الكنيسة فإذا جهل مخدوم إلى الكنيسة وجدني أنا أيضا مكتئب يبقى يعوض ربنا ماش كده؟ فمفروض أننا الكنيسة تبقى مصدر الفرح والخادم يشع بالفرح على اللي حواليه املقوا خدمتكم بالفرح الواحد دايما يكون مبتسم في وجه الناس ودايما اللي يقابلك لازم تفرح إن قدى الأمر أن في حد أنا شدت عليه نتيجة أنه عمل خطأ أرجع تاني أفرحه عشان ما يبقاش السمى السائدة في علاقاتنا مع بعض هي التوترات لازم أرجع أفرح الناس افتكروا الآية اللي بتقول افرحوا كل حين وأقول أيضا افرح افتكروا الآية اللي بتقول عن صمر الروح الكدس أوله محبة فرح سلام افتكروا الآية اللي بتقول ففرح التلاميذ ازراء الرب وافتكروا الآية اللي بتقول أنتم ستحزنون والعالم يفرح ولكن حزنكم يتحول إلى فرح ولا ينزع أحد فرحكم منكم هنا معناها الحزن بتاعنا سريعا ما ينتهي لاحظوا أننا احتفلنا بألام المسيح لمدة أسبوع لكن سنحتفل بقيامة المسيح لمدة خمسين يوم يعني زكاة الكنيسة قاعدت تصللنا حزيني أسبوع وعا فكرة هو أقل من أسبوع لكن على حس الأسبوع دوت نعود خمسين يوم نصلي فريح ممكن نعمل النسبة والتناسب إذا أنا زعلت لمدة سبع دقايق مفروض أفرح لمدة خمسين دقيق على طول نسبة والتناسبة ما تديش نفسي فرصة أن الحزن يعشش جوه قلبي أفرح دائما وأشيع هذا الفرح عند الناس دائما الخادم البشوش الفرحان اللي بيملى الجو بالبهجة والفرح الناس تحبه وتستفيد منه وتلاقي ممكن جدا يكون غلبان في إمكانياته الخدمية يعني مش بيعرف يوعز أو هدي موهب هو مش زنبه مش زنبه هو مش وحش هو إنسان حلو بس ما عندوش إمكانية أن يشرح بطريقة تخلي الناس تستفيد أو توصل لها المعلومة جايز إمكانياته ضعيفة لكن لأنه مفرح يلتف حوله المخدمون ويستفيدوا منه بينما واحد تاني كئيب بالرغم أنه فيلسوف ومتكلم لكن نسمع منه الوعزة وإحنا قاعدين متنكدين فنستفيدش منه وإحنا هدفنا في الآخر أن الناس يستفيدون من خدمتنا إملأ الجو بالبهجة الروحية أحيانا نبقى طالعين يوم روح أو مؤتمر أو رحلة وتلاقي فيه خادم واقف عامل زي شيخ الغفر الآن متوتر خايف خايف حاجة بوز نتيجة توطره عمال يشخط ويزعل ويزعل ده ويزعل ده ويزعل ده والجو كله تكهرب والناس رجع متضايقة إحنا أساساً طالعين عشان نفرح حضرته نكد علينا بينما حتى أصعب المشاكل اللي ممكن ترد علينا في خدمتنا في الأيام الروحية أو في المؤتمرات أو في الرحلات أصعب المشاكل ممكن تتحل ببساطة بابتسامة بحسن التصرف والأمور تعد املأوا الجو بالفرح دربوا أنفسكم على الابتسامة أنتوا فاكرين من عدة شهور الحكومة عملت دورة تدريبية للموظفين عشان يبتسموه مش عارف هل نعمل لكم دورة تدريبية على الابتسامة يجب أن يكون الإنسان متهللا دايما فرحان دايما فرحان دايما فرحان ويشع بالفرح على حواليه والفرح برهان القداسة ذهب أحد الأخوة لشيخ من شيوخ الأديورة وقال له يا أبي أريد أن أترهب قال له ما قال له كيف أعرف أن دي سكتي ودي دعوتي قال له الفرح قال له يعني الفرح قال له يعني تكون فرحان لو أنت جاي الدير متوتر الآن عيل هم لا أروح أحسن لكن جاي فرحان وعايش فرحان يبقى دا علامة صدق الدعوة المسيح إلهنا مسيح مفرح والذي يمتلق بالمسيح يمتلق بالفرح فكيف أدعي أن أنا بخدم المسيح وأنا ما عنديش فرح بقدم مين وبقدم إيه للناس واحد يدخل في دنيا كئيبة بهجهة واحد عكس كده يدخل في جماعة بيتحكوا يتنكد أن هم بيتحكوا يعتبر أن الدحك نوع من الانحلال اللي تأدب يقول لهم الدحك من غير سبب اللي تأدب على طول كده طب نعمل إيه كشار عشان تبقوا روحانيين هل المسيح عايز كده الكتاب قال كشاره كل حين ولا تمله الكتاب قال إفرحه وأقول أيضا إفرحه بس طبعا إفرحه في الرب يعني أنا مش عايز اللي يدخل يحول الجو الكئيب لفرح عن طريق النكت والهزار لا عن طريق الشخصية الفرحانة والفرح الداخلي العميق مش الفرح الخارجي المزيف بالهزار والضحك والنكت وبس الفرح ده شيء رائع جدا تخيلوا بقى أبقنا الرسل ساعة لما وقف بطرس يوم العنصرة يكرز بالمسيح آمنة 3000 شخص إيه الفرحة بتاعتها دي بقى تخيل كده ضربة واحدة ضربة معلة تجيب 3000 واحد للمعمودية حاجة مفرح وبعدين تاني يوم مش تاني يوم تاني يوم يعني أخدوهم ضربوهم مفروض يزعله يقولك أما هم فخرجوا من أمام المجمع فارحين ليه لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه ما هذا العجب العجاب حتى الإهانة صارت سبب للفرح يقولك أوه أصلا أنا ما استهلش أن تشتم من أجل المسيح أنا أروح فين أنا في الإدسين اللي تشتم من أجل المسيح بأنا ترقيت لدرجة أن هم يشتموني عشان خطر المسيح يا بختي يا بختي يا بختي يا بختي ليه كده يقولك أنا ما استهلش أن أهان من أجل المسيح ده أنت عملتلي حتة كرامة ما كنتش أحلم بيها أما هم فخرجوا من أمام المجمع فريحين يعني لغاية هنا تتقبل لكن كمان عشان يتحط التعليل بتاعها لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه أقول له مش ممكن بقى الفرح بتاع المسيحيين ده أنت لما أنكد عليك تفرح لما هينك تفرح لما فرحك تفرح أعمل فيك إيه عشان تزعل محدش يقدر ينزع فرح المسيحيين الحقيقية يمكن الشيء الوحيد اللي بينزع فرحنا هو الخطية ولكن لا تشماتي بيها عدواتي إن سقطت أقوم أول ما أقوم أفرحتان يبقى محدش يهدد فرحتنا كانوا أباءنا القدسين الشهدة يجمعوهم في صفوف قدام الحكام ويقفوا يحكموهم ويجدوهم ولا هناك ألأ ولا توتر ولا زعل ولا نكد ولا اعتراض وقفين عادي وفرحانين مفيش حاجة لدرجة إن الولاه والحكام والقضاء اللي بيعودوا ينقشوهم يحكموهم كانوا يتنرفزوا يتنرفزوا يعتبر بدنوع من البرود أنت إيه متحسش أنا هموتك دات في إيه عنيزة غليلة كده بسحيحة تموتني ريت لأنني أبقى شهيد يعني أنا أعمل فيك إيه عشان أزععلك تلاقي بقى واحد من المستشارين ييميل عليه يقوله بقولك إيه أنت لا تستطيع أن تنزع من المسيحي فرحته ممكن تنتزع منه مراته تموتها عياله تموتهم تنتزع منه أمواله تترده من بيته تترده من الشغل أي حاجة ممكن تنتزعها منه إلا الفرح الناس دي معجونا بالفرح استفانوس مرمي في حفرة وبيرجموه فوسط الرجم ده هو تقولك ها أنا أنظر السموات نفتوحة وابن الإنسان جالسا يعني من العظمة في الأعائل ونظر وجهه كالنوهج إيه ملاك لا بيصرخ ولا بيصوت ولا بيقول حرام عليكم ولا بيحوش عن نفسه هو في حاجة تانية شداء هي دي فرحة المسيح فعشان كده إحنا سفراء عن المسيح لما أجي أدخل فصل في مقاس أحد ولا في 12 شباب ولا في أي نوع من الخدمة لازم وشي بأمليان بالفرحة اللي أملى بيها فرحة في اللي حوالي يوم زي النهاردة كده لازم نقف مع بعض في حش الكنيسة ولا في أي مكان بعد المحاضرة وندردش وندحك ونفرح وتبقى ماشي توزع ابتسامات على الكل تعرفه وما تعرفوش اللي تعرفوه بتسلم عليه بكل الحب والفرح واللي ما تعرفوش تتعرف عليه بكل الحب والفرح تخرج آخر النهار شبعان بكمية فرح قد كده وشبعت الناس بالفرح وعلى فكرة الفرح دوت هقول كلمة والغيها مرض وباقي بس إلغي كلمة المرض وباقي ليه ينتشر أول ما واحد يا فرحان الدنيا كلها تفرح الدنيا بتنور فلو سمحتوا نجحوا خدمتكم بروح الفرح قد يكون في واحد من المخدمين بتوعنا بيغلط هقدر أصلح أخطاؤه بالفرح أكتر ما صلح أخطاؤه بالزعل أنا اللي بعمل هيسا فرح فرح تاني حاجة في القيامة هي النصرة إحنا بنقول لسيد المسيح خريستوس آنستي بالموت عمل إيه داس الموت سيد المسيح خرج من القبر وحالته بتقول أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية قام منتصرا على الموت والكتاب يقول آخر عدو يبطل هو الموت طيب إذا كان آخر عدو المسيح هزمه يبقى نقص إيه تاني هي دي حياة النصرة عشان كده القيامة تعلمنا النصرة هناك تقليد قديم بطل مش عارفوا لتقول لكم عليه أب كده ولا إن إحنا في الخمسين بدل ما الشمس يقول أيها الجلوس كفو الناس تقول يا رب أرحم في الحتة دي موجودة في الكتب الأديمة بتاعة التقوس في ترتيب البيعة يقول لكم يقولون في الخمسين هنا يا رب أرحم بدل أيها الجلوس كفو لو سألت ليه يقول لأنه كانوا زمان في الخمسين يصلون وقوفا لأن الوقوف علامة القيامة والوقوف علامة النصرة واحد واقف لما يكون واحد من النوع الشاطر يقول لك ده ما يقعش غير واقف يعني حتى لو وقع وقع واقف معناها منتصر ما يتغلبش وإلهنا حتى في موته كان واقف على الصليب فنحن منتصرون بنعمة المسيح والإنسان المسيحي يجب أن يعيش في أحاسيس النصرة دائما بيحصل لأن إحنا بنتغلب نتغلب من شهوة نتغلب من عادة رديئة نتغلب من أفكار رديئة نتغلب من حد أصارني بكلمة نرفزني على طول نفتكر الآية بتقول إيه لا تشمتي بي عدوات إن سقطت أقوم لأن المسيح آه أنا أستمد قوة القيامة من قيامة المسيح أعيش في نصرة دائما حتى في لحظة ما أنا واقع إحساسي من جوة أن أنا هقوم دي نصرة أنت عايبين الهزيمة الحقيقية هي هي التسليم الاستسلام لكن إيه المانع إن عسكري بيحارف حرب وتعور معناها إيه يتهزم أبدا ما نكمل أنت عارف إمتى يتهزم لو رح رفع الراية البيضة وقال أنا تعورت يا خيبان إيه متعور دي قوم كمل يقول لك لا 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 أنا مش أد الحرب رفع الراية البيضة أنا مستسلم خدوا سلاحي وخدوني أسير بدل ما موت خواف النصرة قائمة لأننا في قيامة المسيح الخادم لازم يتعلم حياة النصرة وأرجوكو تقتنعوا معايا إن النصرة مش معناها ما غلطش لأن ما فيش حد ما بيغلطش النصرة مش معناها إن الإنسان يعيش في برارة وبر وتقديس دائم الآية تقول إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلماته ليست فينا لكن تعجبني جدا لا تشمتي بعده إن سقطت أقوم هقوم يعني هقوم فحياة النصرة الدائمة يجب أن نعيش فيها وفي نفس الوقت شيعوا روح النصرة عند مخدوميكم بلاش روح الهزيمة وبرضو نفس الحكاية اللي قلتها في الفرح افردي عندك بنت في عدادة ولا في سنوي لابسة ملابس خليعة ولا حاجة مش كويسة ولا قالت كلمة مش حلوة حطي في ضميرك إن أنت تعلميها النصرة مش تبكتيها افرد لقيت ولد من المخدومين بتوعك صرف تصرف أحمق لازم نحط في ضميرنا إنه يتعلم أن يكون منتصر يبقى أنا أكون منتصر وأشيء عندهم روح النصرة هتلاقوا كتير من المخدومين ييجي محبط كده ومهزوم لازم أشجع الناس فالقيامة تعطينا النصرة وخلي بالكم النصرة والفرح مفتحين على بعض لإن لما أفرح هنتصر ولما هنتصر هفرح عارفين حكاية لما أفرح هنتصر دي تيجي إزاي في مجال الطب المريض الكئيب مرضه يطول والمريض البشوش يشفى بسرعة وتدخل المستشفى تزور هتلاقي واحد في عز ألامه مبتسم يقول لك نشكر الله دي أنا أحسن من غيري لا دي أنا أحسن من مبارح دي بعد شويتين على طول هيخف ويطلع واحد تاني إيه الأخبار يقول لك زي منا إيه بس الحكاية يقول لك وفي الأسوأ الواحد يبقى أحيانا فيه واحد يخاف يسأل عليه من كتر أنه عايش في جو كئيب مش عايز يخرج من هو فيه فمرضه يطول نفس الكلام بيتقال على الحياة الروحية فيه واحد في عز أزماته الروحية عنده نصرة وفيه واحد كسير الشكوى فتلاقيه كسير الوقوع لأنه دايما مبوز ودايما زعلان ودايما حزين على نفس كسير الوقوع فيجب أن احنا نعيش بروح النصرة نمر الثلاثة الرجاء كلمة الرجاء دي معناها الأمل أباقنا الرسل يوم الجمعة العظيمة ما كانش عندهم أمل انتفى كل أمل يمكن أثناء الوقت النهار حد منهم كان عنده أمل أن المسيح يقلب الدفة ويحصل معجزة وبعد ما كان هو متاخد ومهزوم ومضروب ومهان فجأة ينطر نفسه ويبهو القوي ويغلب اليهود ويمكن يكون هذا الأمل في قلوبهم نتيجة معجزات المسيح اللي بيعملها ويقولوا يعني اللي فتح عينين المولود أعمى ما مقدرش يهزم اليهود واللي قال للمفلوق قم احمل سيرك ويمشي ما يقدرش ينزل عن الصليب ويمشي لكن إيه رأيكم في اللحظة التي فيها صرخ يسوع وقال قد أكمل وبعدين قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي ثم نكس الرأس وأسلم الروح إيه الأمل بقى اللي عندهم الدنيا اضلمت في عينهم وانطفى كل أمل ورجعوا إلى أماكنهم وهم مهزمين وتسمعوها من تلميزي عمواس يقول لك نحن كنا نرجو كنا نرجو أن هذا هو المزمع أن يفدي إسرائيل لكن طلع الموضوع أي كلام السيد المسيح لما قام رد فيهم الأمل والرجاء فأصبح درسلين كلنا إن كل جمعة وراها حد وكل ظلمة وراها نور وكل مشكلة وليها حل فالواحد فينا في عز الأزمات يعيش فيه رجاء انت عارفين الآية بتقول كنت فتى وقد شخت لم أرى صديقا تخلي عنه ولا زرية له تلتمس الخبز أقدر أقول لكم كنت فتى وقد شخت ما شفتش مشكلة تقعد إلى الأبد قلولي على مشكلة قاعدة للأبد كله بيتحل في مشاكل تطول ومشاكل تخلص بسرعة لكن كله بيتحل فيه احتياجات تتسدد سريعا واحتياجات تأخذ وقت على ما ربنا هيسددها لكن كله بيتسدد ليه أقلق ليه أتوتر يجب أن يكون قلبي مليئ بالرجاء وطبعا الرجاء ده نتيجة ثقتنا في المسيح الحي الحاضر فينا وما أجمل الخادم الذي يشيع الرجاء في نفوس المخدمين واحد قاعد زعلان وقلقان عشان هو في سنوية عام ادي له أمل ورجاء واحدة قلقانة مش عارف من المستقبل في ايه اديها أمل ورجاء يجب أن احنا نشجع الناس وقوعوا من التحبيط أنا فاكر في مرة وأنا في الدير جالي شاب كده صغير في سن سنوي وقال لي صليلي لحسن السنوي فاتت كنت في دير كذا وأبونا فلان أول ما شافني قال لي وقادي أنت منتش نافع فسقط هو اعتبر أن ابونا ده قديس ونبي يعني لأن قال له منتش نافع فما نفعش لكن هي كلمة نفسها تخلي الواحد ما نفعش جايز الواد مثلا كان وقف بمنظر مش حلوة وما رب شعره ومش عارف إيه بنطلون شكله إيه وثاني راه بخشن شوية مالوش في خدمة الشباب فقال له منتش نافع الواد أخدها من فام وما من فعش مش معناها أن كلمته لأنه كاهن لم تنزل الأرض ولا معناها أنه تنبأ عن وضع معين لكن هو شاع عند الشاب وتروح الفشل طبعا الرياكشن الطبيعي أنه ناخده في حضن يقول لا ليه أنت زي الفل يعني ما تنفعش يعني مال من ينفع في حد بالمنظر الجميل دوت ما ينفعش أنت مليان قوة مليان نعمة لا يا حبيبي لا أنت زي الفل ليه ما تبقاش فرحان وتنتصر وطبعا هو ممكن يكون أخذ الكلمتين دول من فمه فرجع زعلان على نفسه وقعد طول الوقت يفكر في أن أنا مانيش نافع ما بيذكر ويعني ما كدب شابونا يعني لو سمحته شجعه الناس ممكن حد يجي يقول لي أنت قلت لي هتجيب امتياز وجبت جيد جدا بس عندما أنا قلت له هتجيب امتياز وأنا يعني لما قلت له هتجيب امتياز كنت أتمنى أن أكون أحد أنبياء الله اللي هو عشان يرجع يقول لي أنت قلت لي جيب الزبط لا أنا مش قصد كده طلق أنا قصد أنه يجيب جيد جيد لأن لما قل أنت هتجيب جيد جدا هيجيب جيد صح فقول لا ده أنت هتجيب امتياز السناد عايزين تجيب 100% لازم نشيع عندهم روح نرفع هم كده ويبقى الكنيسة هي اللي بتشجع أولادها على النجاح في كل مجال مش في الدراسة بس كل واحد تشوف وقال شد حيلك لا خليك قوي لا الله لم يعطينا روح الفشل آخر حاجة عشان ما تقولش عليكم يعني القيامة قوة قوة القيامة دي قوة غير موصوفة ايه القوة اللي تخلي ميت يقوم عشان تتخيلوا القوة دي قرنوها بقوة شفاء واحد نايم بقاله سنين وفجأة قام وبقى نشيط ما هي الطاقة التي زرعت في جسده عشان تأوي وتحيي من المرض الكلام دوت بالنسبة للمريض شحلة بقى الميت فالقيامة قوة معلمنا بولس الرسول يقول لأعرفه وقوة قيامته هنا أعرفه المعرفة الاختبارية مش معرفة الزهر قوة قيامته معناها أعرف القوة بتاعت الايام ما هي قوة القيامة يقول انت ناسي لما بترس وقف على باب الهيكل الجميل وقال للمقعد ليس لي ذهب ولا فضة ولكن اللازل لي اياها أعطيك ايه اللي ليك ده قوة الايام باسم يسوع المسيح الناصري ايه قم وامش فقام الراجل وطفر يعني نط وصارت هذه الآية ظاهرة لكل والناس أمنت يجب ان يكون الانسان المسيح انسان قوي من الاخطاء اللي احنا بنعيش فيها الاعتمادية ان انا بقى ديبندنت يعني مستني حد يفرحني مستني حد يشجعني مستني حد يقول لي كلمة كويسة ما تقاش ليه حر وقوي من جواك زعلان امين الاسرة ما قال ليش كلمة يشجعني غبت ومحدش افتقدني انت ليه تستنى حد يزقك خليك قوي بالمسيح ما تستناش حد يشجعك لا تتسول المديح من الناس ليه تجعل سلامك وفرحتك في ايدين الناس وليه انت ما تشتغلش غير لما الناس تزقك على الشغل خليك قوي وبرده شيعوا روح القوة عند المخدمين لاحظة ان الاربع حاجات مفتحين على بعض الفرح والنصرة والرجاء والقوة لكن لكن واحد يبقى ضعيف كده ما ينفع لا ضعيف في الشخصية تنفع معنا ولا ضعيف في الإرادة ولا ضعيف في البنية الجسمية احنا احنا عايزين الناس تبقى اقوياء في كل شيء بالمسيح يسوع ربنا ولما تكون قوي هتبقى منتصر والمنتصر يبقى دايما عنده رجاء ودايما عنده فرح فيه خادم يخدم برخاوة وانت عايزين الآية بتاعتها الصعب مش هقوله وفيه إنسان يخدم بقوة نار تخيلوا لقوا أبقنا الرسل خدم برخاوة كان هيعدي أول جيل والكنيسة لسه بتحبي لكن لما يكون بولس الرسول دوت في فترة عمره القصير لأنه استشه استشه دي معناها تقصف عمره يعني لقاتلوه كان مفروض يعيش تاني استشه في الفترة القصيرة دي بشر أوروبا كلها دي إيه القوة دي ما عندوش وقت يضيعه عددهم قليل والشغل كتير ما عندوش وقت يضيعه لسه نقايل في اجتماع الشباب يوم الثلاث كنتو حاضرين فيه ماري مرقوس جه مصر كلها أي خدم فيكم عندو فصل كم ولد وبيقول جاي يا ولد جاي اللي يقول لك أنا عندي خمسين مخدوم أعمل إيه نقول مرموس إيه الفصل بتاعك يقول مسكندريا للنوبة بس وحقيقة مش بس لأنه هو جه خدم في الفصل ده مسكندريا للنوبة وعمل فصل عدد خدام طلع منه إن يانس عمل أسكوف جري جاي مش فاضين يعني الحكاية بتخلص بصيرة إن يانس أسكوف معاه كان هنا ومعاه شوامسة وساب الدنيا وراح المدن الغربية خمس مدن الغربية بتوع ليبيا شكرا وراح مع بطرس في أماكن أخرى ورجع تاني لمصر وبردو نال إكليل الشهادة بعد ما أسس كنيسة عظيمة إيه الإيه هو دي دي قوة القيامة لما رأوا المسيح قائما من الموت دبت فيهم الحياة والقيامة وبعد ما كان بطرس خواف من الجري بقى يقف غير هياب أمام رئيس الكهنة نفس فإحنا لازم نكون أقوياء بالمسيح وتقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني أوحش كلمة يقولها المسيحي كلمة ما قدرش يعني ما قدرش لكن قول أحاول وحط قدامك قدامك الآية التي تقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوين مشاهدين معنا في حلقة اليوم الحلقة التي تدور عن مؤتمر الخادم والقيامة نيافة الحبر الجليل الأنبع رفا ماذا تعني القيامة وطبعا القيامة اللي احنا بنحتفل بها هي قامة ربنا يسوع المسيح من الموت بعد ثلاثة أيام لكن القيامة عموما هي كمان قيامة كل البشر من الموت بعدة مستويات ممكن نقول من موت الخطيئة بقيامة المسيح وبالتوبة وبعدين في الآخر القيامة العامة لما هنقوم من القبور ونحية مرة تاني بأجسادنا اللي عايشين بها النهاردة بس بطريقة جديدة بأجساد نورانية ممجدة ونختطف على السحاب مع المسيح إلى المجد الأبد سيدنا نيافتك النهاردة موجود جوه كنيسة الشهيدة العظيم ماري جلجس والشهيدة بربارة في جزيرة الذهب والمؤتمر بيدور حول الخادم والقيامة عايزين نيافتك شوية تكلمنا عن كيف يحيى الخادم والقيامة جوايا إزاي يقدر كل خادم يحيى القيامة هو في حقيقة ده كان موضوع المحضرة اللي أنا قدتها للخدام مرخصها أن القيامة بالنسبة لنا على أقل فيه أربع حاجات الفرح الدائم النصرة على الموت وعلى الخطي وعلى الشيطان الرجاء لأن بعد ما كانوا عايشين في يأس الموت بتاع الصليب ردت فيهم الروح بقيامة المسيح ونمرت أربعة القوة فالخادم اللي عايش القيامة يبقى دايما الفرحة ما فيش شيء في الدنيا يخليني أتنكد وإن أدى الأمر أني أتنكد لأي سبب بسرعة أستعيد فرحتي لأن المسيح هو اللي بيننا بالفرحة والخادم يجب أن يشيع روح الفرح في وسط المخدمين والكنيس الحاجة التانية النصرة مش مفروض خالص نكون مهزومين ونقول لا تشمتي بيا عدواتي إن سقطت أقوم دايما نبقى منتصرين ونمر التالة الرجاء ما فيش شيء في الدنيا يفشلني حتى إن سقطت أقوم في الخطيئة يعني أقوم إن كان في مشروع فشلت فيه أقوم بسرعة واجدد نفس وعمل حاجة شغل جديد الحاجة الرابعة هي القوة إن أكون قوي دايما إنسان مسيحي إنسان قوي ومش مفروض نستسلم لأي ضعف كل دي واخدينها من روح القيامة سيدنا نيافتك قلت الأربع نقاط دول أو عدد النقاط هل دي براجات القيامة ولا فيه بركات تانية للقيامة فطبعا من أهم بركات القيامة هي استعلان ألوهية ربنا يسوع المسيح ودي قالها معلمنا بوليس الرسول في مطلع رسالته إلى أهل روميا لما قال وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموال قبل قيامة المسيح كان يظن إن المسيح إنسان كويس ولو وأن المسيح مات ودفن وانتهت قصته كنا اعتبرنا أحد الشهداء لكن القيامة فجرت معرفة إن المسيح هو الله وكناش مكتشفين فدي بركة عظيم وبعدين صار هو الإيمان ده بقى الحجر الأساسي بتاع الإيمان المسيح جائز حد من المشاهدين يستغرب لأن مثلا بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي قبل ما تصلي بيقو لكن دي المسيح نفسه قال أنت مقلتهش من جواك دي استعلان من الآب السماوي إن لحما ودما لم يعلن لك هذا لكن أبي الذي في السماوات وبعدها بترس أنكر المسيح فكانت حاجة كده وميد وانطفى لكن الحقيقة اللي أعلنت باستمرارية بقى من جهة ألوهية المسيح بعد القيام سيدنا عايزة أنهي كلامي مع نيافتك بكلمة لكل الخدام اللي كانوا موجودين النهاردة جوا المؤتمر واللي ما كونوش موجودين أو بيشوفونا على شاشة تي تي في أقول الخدام أرجو أن نحن نحس بالمسؤولية يعني يجب ألا تكون خدمتنا في الكنيسة سواء تربية كنسية أو خدمة شباب أو خدمة مرضى أو فقراء أو أي على سبيل تقضية الوقت أو نعمل بالرستيج الاجتماعي لأن فيه ناس بتبقى كده هو عايز يبقى خدم عشان يبقى ليه مكانة في الكنيسة يجب أن نشعب بالمسؤولية خلاص النفوس أن كل النفوس اللي احنا بيتعامل معها دي ربنا يطالبنا بدمها وجايز فيه إنسان محتاج زقة صغيرة عشان يعرف ربنا يجب يبيهلك وأنا كأن لا يعنين الأمر في شيء يجب أن نبقى عندنا منتهى الحماس منتهى النشاط منتهى الغيرة ومنتهى القوة وواحد ما يهمتش ضيعش دقيقة كل الوقت بنفكر في الخدمة وكل الوقت بنشتغل في الخدمة حتى طبعا نعرف أن كل الخدام متطوعين نسبة المقرسين قليلة جدا بين نسبة متطوعين ومتطوع ده معناه أنه عنده ومصالحه سواء بيدرس أو بيشتغل لكن إذا كان عندي الجدية والإحساس بالمسئولية الوقت هيتدبر وهلاقي نفسي بخلق الفرص اللي أخدم فيها أخواتي بمنتال غيرة سيدة بنشكر نيفتك جدا ومتمنى من كل خادم يكون شفنا على الشاشة أو كان موجود النهار ده مع نيفتك يكون استفاد فعلا ويقدر يحقق روح القيامة دي أنا متشكر لك وربنا يبرك حياتكم ودايما نسمع عنكم كل خير تابعنا مع المؤتمر الخادم والقيامة والذي كان من داخل كنيسة الشهيدة العظيم ماري جرجس والشهيدة بربارة بجزيرة الدهب وذلك في حضور نيافة الحبر الجليل الأنبى رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط الكاهرة وجدنا من خلال هذا المؤتمر أن القيامة هي الانتصار الأكيد على الموت وفي حياة الخدام هي النصرة الحقيقية على كل ما هو شيطاني رب يعطينا فرح وبهجة الكيامة المقدسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر